السلام عليكم يلا حيهم نقول كلمتين بالمنطق نبقى نتكلم بالمنطق كلمتين في حجالة خاصة بتويتر وأهل تويتر إذا كان البعض يرى حضرموت كلها في الحلف وليرى الحلف أنه في الشيخ عمر فقط والجامع في الشيخ عمر فنحن نرى حضرموت كلها في حكمنا الحكم صالح بن علي بن ثابت النهدي إذا كان البعض يرى أن المرجعية أو حضرموت كلها في المرجعية ويرى المرجعية هي في الشيخ عبد الله صالح كثيري فنحن نرى حكمنا الحكم علي بن ثابت النهدي حضرموت كلها فيه تقولون المرجعية ممثلة بنهد عن طريق بنهد ونحن نعلم بالنهد ما تعطونه من المرجعية لا من قريب ولا من بعيد ويتوه تمثيل والدليل إذا كان يمثل كان على اللقل لما ظهر أخوه الحكم بن ثابت الدكتور عبد الرب في منصة سيئون يوم 7 أكتوبر كان ذكرته على قلب الاسم كأنه واحد حضر من المعزومين للعرس زواج ولا الشيخ صالح بن حريز كان على قلب ذكرته أصبح هذا الحراك يخص قبيلة وأصبح الحراك اللي هو في مقتل الشيخ سعد بن حبريش يخص قبيلة عمر بن حبريش واختزال بس تبغون تتصدرون على شكل قبائل نحن نبغى نتصدر على شكل قبائل خدوها بالمنطق تبغون حضر موت لكافة أبنائها فلا تشيطنوا الآخرين أو تهمشوهم تبعثون عن ريادة فنحن نبحث عن ريادة لشيوخنا وحكامنا أو حكماننا وانتو تبحثون عن شيوخكم لا نتكلم عن شيوخكم ممنوع هم تصدروا المشهد وأصبحوا في السياسة ويصدرون لكن إذا أخطوا ممنوع علينا أن ننتقدهم ونحن عندنا نشيوخ وحكمان وممنوع عليكم تنتقدوهم على الأقل أعملوا موازين القوة ويني عرف لها خالد الكثيري وراح عند صاحب القرار حضر موت يتشرك يتغرب وتعرفونه منه صاحب القرار ابو علي والآن بنشوف قدم فيه اجتماع ولا ما فيه اجتماع ومن تجاوزنا سنتجاوزه اجتماع يكون للكل ونها تكون فيه راس لاهي ذنب مش إلاها واحد أو اثنين يتقاسمون يبرزون على حساب حضر موت ورجالها السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر